يلا شباب احنا دلوقتي معدنا مع الجزء التالت وحل تدريبات على بقية المقاومات الطبعية اللي هي هنعتبرها المحاضرة التالتة في المقاومات الطبعية نفسها احنا كده هنبدأ نحل أسئلة على تأثير التضاريس والمناخ والنباتة الطبعية نقول بسم الله جهز كتابك ويلا بينا سؤال 46 بيقولك يرجع عدم استفادة روسيا وعدم استفادة كندا من سواحلهم الشمالية لإيه طيب احنا بس محتاجين نبص على سواحل روسيا من الشمال وسواحل كندا من الشمال الاتنين عبارة عن دول ليها سواحل من الشمال على المحيط القب الشمالي وهو محيط متجمد فهنا بيقولك ان روسيا وكندا ما بيستفدوش كتير من سواحلهم الشمالية ده بيرجع لإيه ان سواحلهم على بحار مفتوحة سواحلهم على بحار مغلقة سواحلها بتتجمد ولا ارتفاع درجة الحرارة يبقى هقوله هنا تجمد السواحل نظرا طبعا لان هنا محيط اسمه المحيط القطبي الشمالي الكلام ده مش روسيا وكندا بس اي دولة ليها سواحل من الشمال يعني فلم ده انطبق على فنلندا وسواحلها من الشمال على السويد وعلى النرويج لانديدي والشمال اوروبا اللي برضو ليها سواحل على المحيط القطبي الشمالي سبعة وربعين بيقولك اي مما يأتي يعد من الاثار الايجابية للسهول حاجة ايجابية الطابع السهلي للدولة تعارف ان الطابع السهلي هي الدولة اللي اراضيها خصبة والدولة اللي اراضيها مستوية يلا العامل الطابع السهلي ده اثاره الايجابية نتائج الايجابية على الدولة ايه طوافر الصروات المعدنية قلت له والله طوافر الصروات المعدنية بييجي من الطابع الجبلي ومن المساحة الكبيرة مش من الطابع السهلي توافر مراكز سياحية هنستبعد لاتنين دول عامل طبيعي لحماية الدولة من الاعتداءات الخارجية قلت لك طبعا لا لأن الدول ذات الطابع السهلي اللي أراضيها مستوية يسهل اختراقها ويسهل احتلالها ويسهل السيطرة عليها أما هنا الطابع السهلي للدولة بيساعد على وحدة الثقافة بين المواطنين واللي احنا بنقول عليها أن ده بيساعد على تجانس السكان داخل الدولة لأن الدولة أراضيها أراضيها سهلية وأراضي مستوية وده ممكن يؤدي إلى توافر وسائل النقل والموصلات الدولة تقدر تعمل شبكة وسائل النقل والموصلات تقدر تربط بيها ما بين كل أنحاء الدولة وده حاجة بتسهل من عملية الاتصال والانتقال ما بين أنحاء الدولة وبعضها وده بيساعد على وحدة الثقافة يعني بيساعد على وحدة السكان داخل الدولة سؤال 48 يتضح أن العامل المشترك ما بين اليابان وما بين سويسرا هو عاوس حاجة مشتركة واحدة هيقول لي اليابان دولة جزرية محاطب الماء من جميع الجهات والسويسرا هي دولة حبيسة طب ده مش عامل مشترك ده الفرق ده الاختلاف إن دي دولة بحرية وإن سويسرا دولة مغلقة أو دولة حبيسة هنا بيسألك على العامل المشترك النظام السياسي والإداري قلت له لا طبعا اليابان دولة وحدوية وسويسرا أصبحت دلوقتي دولة فدرالية فإحنا نستبعد ده موقع الدولة عامل مشترك ما بينهم حاجة متشابهة ما بينهم موقع الدولة قلت له اليابان بحرية وسويسرا داخلية شكل الدولة قلت له والله اليابان دولة جزرية دولة بحرية مجزقة سويسرا لا يبقى الاتنين مش متشابهين في الشكل ولكن الاتنين متشابهين في المظهر التدريسي يقصوا دقي هنا بالمظهر التدريسي اللي الدولتين زاد طابع اللي اتنين زاد طابع جبن بيغلب على أرضهم موجود الجبال وده بيؤد إلى صعوبة الاتصال والانتقال بين أنحاء الدولة وبعضها سؤال 49 تعد العلاقة ترضية إذا عرفنا بقى العلاقة ترضية حاجتين بيزيدوا مع بعض أو حاجتين بيقلوا مع بعض العلاقة ترضية ما بين مساحة الجبال في الدولة وإيه طيب تخيل لو كانت الجبال تخيل لو دي كده دولة وهنا في جبال وهنا في جبال وهنا في جبال والجبال منتشرة في أنحاء الدولة ده هيؤدل إيه علاقة ترضية كل ما الجبال ما هتزيد إيه اللي هيزيد معها هيزيد الاتصال ما بين أجزاء الدولة والطول بالعكس هيبقى في صعوبة في الاتصال أنا عاوز حاجة بتزيد واحدة واحدة دولة فيها جبال والجبال منتشرة في كل أنحاء ده بيؤدل صعوبة الاتصال بمعنى كل ما الجبال ما هتزيد كل ما حركت الاتصال ما بين الدولة وما لها هتقل لأنه يبقى في صعوبة في الاتصال هو عاوز علاقة ترضية حاجة هتزيد معاها ما بين مساحة الجبال والبنية التحتية أن الدولة تعمل طرق وسائل نقل وموصلات وطوله بالعكس هيبقى في صعوبة في الاتصال وصعوبة في مادة خطوط النقل وموصلات يبقى دي هتقل وفرة الانتاج الغذائي ولا القوميات الانفصالية هيبقى يابني فيه حركات انفصالية كل ما الدولة ما تنتشر فيها الجبال في أنحقها ده هيؤدي إلى صعوبة في الاتصال ممكن تلاقي الناس هنا ممكن تلاقي ناس هنا والناس اللي هنا أو الناس اللي هنا مفصولة عن أنحق الدولة وده ممكن يشجعهم على المطالبة بالانفصال إذن كل ما الجبال ما حتزيد في الدولة وحتنتشر أكتر كل ما الحركات الانفصالية ما لها حتزيد أكتر يبقى هقوله هنا القوميات الانفصالية قد تواجه اليابان مشكلة في سهولة الاتصال ما بين أجزاء الدولة دولة زي دولة اليابان ممكن تواجه مشكلة في الاتصال ما بين أنحاء الدولة ده ممكن يبقى ناتج عن إيه واحد يقول له مصطر ممكن يبقى ناتج عن الشكل إن الدولة أصلا هي دولة بحرية مجزقة هي دولة جزرية متكونة من جزر كتير أرضها مش حتة واحدة عبارة عن حتة كتير وممكن يقول لي بسبب حاجة تانية إيه هي الطابع الجبلي نحن لسه واخدين إن الطابع الجبلي ممكن يؤدي إلى صعوبة الاتصال يبقى لو في صعوبة في الاتصال ما بين أجزاء الدولة ودولة زي اليابان هيبقى ناتج عن شكل الدولة هيبقى ناتج عن الشكل البحر المجزة إن الدولة مش أرضها مش حتة واحدة وهيبقى ناتج عن الطابع الجبلي صعوبة سهولة الاسوري هنا بيقول لك قد تواجه اليابان مشكلة في صعوبة الاتصال يبقى في صعوبة في الاتصال ما بين أجزاء الدولة ده بيرجع ليه؟ للموقع والمساحة؟ قلت له لا مساحة اليابان صغيرة المساحة والشكل؟ قلت له المساحة صغيرة الشكل ماشي المساحة لا التدريس والموقع ولا الشكل والتدريس؟ هقول له والله الشكل والتدريس إن الدولة دولة بحرية مجزقة تكون من مجموعة من الجزر وفي نفس الوقت الدولة زد طابعة جبالي تعد العلاقة ترضية بين تطور الأمران في الدولة وبين نقطة طيب كل ما الدولة تقدر تبني وتكبر وتعمر في الدولة الدولة هيزيد العمران فيها إيه حاجة تانية اللي بتزيد وهي اللي بتؤدي لزيارة العمران؟ تعالوا نبص هنا مساحة الجبال قلت له بالعكس كل ما مساحة الجبال ما حتزيد العمران في الدولة هيقل هو عاوز علاقة ترضية حاجتين يزيدوا مساحة السهول الصحراوية ولا مساحة الأخواض النهرية ولا طول الوجهة البحرية طول الوجهة البحرية ملهاش علاقة ركز معايه هنا مساحة الأخواض النهرية دي اللي هو يقصب بيها السهول الفيضية والسهول الفيضية يقصب بيها الأراضي الخصبة والأراضي الخصبة دي عادة بتبقى أراضي مالها أراضي مستوية يبقى يا سيد الفاضل مساحة الأخواض النهرية يقصب بيها السهول الفيضية وهي عبارة عن أراضي خصبة وأراضي مستوية فكل يابني مكانة الدولة هي أراضيها خصبة وأراضيها مستوية ده هيسهل من تطور الدولة هيسهل من التطور العمراني في الدولة الدولة هتعرف تبني والدولة هتقدر تكبر وهتعرف تعمر في الدولة وتمت لمدن وتتوسع في العمران وتقدر تعمل سكك حديدية وتتوسع في وسائل النقل الموصلات يبقى كل ما كانت الدولة هي أراضيها سهلية فيضية غصبة كل ما ده هيؤدي إلى تطور العمران يبقى العلاقة هنا مالها العلاقة ترضيها سؤال 52 يتضح اشتراك عدة عوامل طبيعية في أكتر من عامل طبيعي كان سبب في ضعف الدفاعات العسكرية الهولندا احنا كنا بنقول ان هولندا ودولة زي بلجيكا دولة زي هولندا وبلجيكا كان سهل احتلالهم وسهل السيطرة عليهم من ألمانيا في الحرب العالمية التانية ده بقى ناتج عن ايه؟ ليه ألمانيا احتلت هولندا وبلجيكا بسهولة؟ ليه ألمانيا احتلت هولندا بسهولة؟ قالك ده ناتج عن حاجتي أول حاجة ان دولة زي هولندا هي دولة مالها هي دولة صغيرة في المساحة فسهل احتلالها وسهل السيطرة عليها وهولندا من الدول ذات الطابع السهلي اللي أراضيها أراضي مستوية وأراضيها أراضي خصفة فسهل اقترقها غير الدول اللي بيبقاه فيها جبال الدول ذات الطابع الجبالي صعب احتلالها وصعب السيطرة عليها يبقى الدول ذات الطابع الجبالي صعب احتلالها الدول ذات الطابع السهلي اللي أراضيها خصفة وأراضي مستوية مالها سهل احتلالها وصعب السيطرة عليها إذن هولندا كان سهل احتلالها نتيجة الاتنين صغر المساحة والطابع السهل المناخ والموقع قلت له لا الموقع والمساحة قلت له المساحة ماشي الموقع لا المساحة والمناخ والله التدريس والمساحة هنا هقوله التدريس والمساحة المساحة من ناحية هي مساحة صغيرة وفي نفس الوقت التدريس دولة زال طابع سهلي فسهل اختراقها وسهل احتلالها وسهل السيطرة عليه سؤال 53 إذا غطت الجبال مساحة كبيرة من هولندا سوري إذا غطت الغابات لو الغابات غطت مساحة كبيرة من هولندا في النص الأول من القرن العشرين ده كان ممكن يساعد على إيه؟ أنت عارف إن الغابات من ضمن إيجابيتها؟ إنها بتشكل مناطق للاحتماء فيها وقت الخطر أو ساعة الحرب دي بتشكل ملاجئ يقدر يلجأ لها الجيش يقدر يستخبى فيها الجيش يستخبى في مناطق الغابات ودي مناطق بالآخر هي عبارة عن مناطق قدر تستغلها في الناحية العسكرية وقت القطر أو ساعة الحرب يمكن اللجوء لها يمكن الاختباء فيها إمتى؟ وقت الحرب لو كانت الغابات دي بقى اللي نقدر نستخبى فيها والجيش ممكن يقدر يستخبى ويقدر يلجأ ليها ساعة الحرب لو كانت الغابات دي مغطية نص مساحة هولندا أو مغطية مساحة كبيرة من هولندا ده كان هيساعد على إيه؟ تنوع لإنتاج الزراعي قلت له لا مش الغابات هتبقى حدود طبيعية مع ألمانيا هيساعد على غناها بالثروات المعدنية قلت له الغابات مالهاش علاقة بالمعادل ولا هيساعد على زيادة دفعاتها العسكرية لا هنا هيساعد على زيادة دفعاتها العسكرية مناطق الغابات مناطق يلجأ ليها الجيش وقت الخطر أو ساعة الحرب ويقدر يستغلاها في الدفاع عن أرض سؤال 54 يتضح يتضح أن أكثر العوامل المؤثرة في الكيان السياسي لدول أوروبا حاجة مؤثرة في الكيان السياسي لدول أوروبا السهل الأوروب العظيم أن معظم أراضي أوروبا هي عبارة عن أراضي سهلية وعبارة عن أراضي خصفة وأراضي مستوية جبال القلب و جبال البرانوس كثرة تعريج السواحل نهر الرين والدنوب و نهر البو هقوله السهل الأوروب العظيم حبيبي أن دول أوروبا معظم أراضيها مغطاة بالأراضي الخصفة والأراضي السهلية اللي كونها السهل الأوروب العظيم واللي كونتها العديد من الأنهار وده اللي بتساعد على سهولة الاتصال المبين أنحاء الدول في قارة أوروبا وده بيأثر في الدولة يبقى هقوله هنا السهل الأوروب العظيم أراضي معظمها أراضي سهلية وأراضي مستوية وأراضي خصفة يمكن الاستفادة لدولة ما كخطوط دفاعية من خلال الدولة ممكن تستفيد من إيه كخطوط دفاعية تقدر تستغلها في الدفاع عن نفسها السهول والحشائش ولا السهول ولا الحشائش السهول مناطق يمكن اختراقها الحشائش والجبال قد طوله الجبال ماشي لكن الحشائش لا الجبال والغابات ولا الغابات والسهول قد طوله الغابات ماشي السهول لا يبقى الجبال والغابات كنت بقولك من شوية أن الدول زي تطابع الجبال صعب اختراقها وصعب احتلالها وصعب السيطرة عليها ووجود الغابات في الدولة ممكن جيش الدولة يلجأ ليها وقت الخطر أو ساعة الحرب من الاحتماء والاغتماء فيها 56 تزداد قوة الدولة على تحقيق الاكتفاء الزاتي من الغذاء مفضل موقعها نقط أنهي موقع ممكن يحقق للدولة الاكتفاء الزاتي الفلكي ولا الموقع بالنسبة لليابس والماء طبعا هنستبعد اليابس والماء كانت الدولة بحرية أو الدولة حبيثة بالنسبة للدول المجورة يعني أنا لو حاولين مني دول كتير حقق الاكتفاء الزاتي بالنسبة للمضايق قلت له لا يبقى الاكتفاء الزاتي يتحقق من الموقع الفلكي مش معنى لأن الموقع الفلكي بالنسبة لدوائر العرب هو المؤثر في حال المناخ في الدولة والمناخ هو اللي بيؤدل الاكتفاء الزاتي تنوع المناخ في الدولة هيؤدي إلى تنوع الانتاج الزراعي وتنوع المخاصيل الزراعية وقدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الزاتي 57 بيرجع زيادة انتاج البرازيل من اللحوم والألبان البرازيل بتنتج كتير من اللحوم وبتنتج كتير من الألبان مدام لحوم وألبان يبقى الدولة دي أكيد فيها ضخامة في إنتاجها من الصروة الحيوانية ومدام في ضخامة في إنتاجها من الصروة الحيوانية يبقى أكيد دولة زال البرازيل فيها مساحة كبيرة من الحشاش خدها كده واحدة واحدة في لحوم ألبان كتير في صروة حيوانية كتير في مساحة كبيرة من الحشاش ده بيرجع لإيه للشكل والموقع المساحة والشكل المناخ والشكل المناخ والنبات الطبيعي هقوله طبيعة المناخ هي اللي بيتحدد نوع النبات وطبعا النبات هنا هيبقى هقوله الحشائش يبقى هقوله المناخ والنبات الطبيعي يرجع زيادة انتاج تايلاند من المطاط الطبيعي تايلاند بتنتج مطاط طبيعي كتير اللي هو المطاط اللي بيستخدم في صناعة الإطارات وخاصة إطارات الطائرات وبعض أنواع من السيارات طيب المطاط ده بيخرج من الغابات يبقى طايلاند بتنتج مطاط كتير ليه؟ يبقى هقوله أكيد هي بتتسع فيها مساحة الغابات يرجع إلى الشكل والموقع المناخ والشكل المساحة والشكل المناخ والنبات هقوله المناخ والنبات نمستر انت لازئ المناخ مع النبات ليه؟ يابني مع طبيعة المناخ هو اللي بيحدد نوع النبات الطبيعي تمثل الغابات مورد مهم من الموارد الطبيعية اللي بيحقق أهدف نبات وجود الغابات في الدولة بيأثر على الدولة من أنه لحد سياسية واقتصادية قطوله اقتصادية ماشي سياسية لا اقتصادية ليه؟ مصدر للأخشاب ومصدر للمطاط ومصدر للنباتات الطبيعية عسكرية وتكنولوجية قطوله عسكرية ماشي لأن الغابات يمكن الاحتماء واللجوء لها والاختباء فيها وقت الخطر أو ساعة الحرب لكن تكنولوجية لا عسكرية اقتصادية قطوله عسكرية يمكن اللجوء لها ساعة الحرب واقتصادية لأنها بتحقق منافع كتير مصدر للأخشاب والغابات والنباتات الطبية ودي مصدر للدخل القومي دبعا ألمانيا ألمانيا سيطرت على هولندا وبيلجيكا في الحرب العالمية التانية والسبب أنها دول نؤط دول سهلية ولشان دول حليفة ليها فكان سهل احتلالها ولصغيرة في المساحة وله سنقول ألف وجيم مع بعض من ناحية هولندا وبيلجيكا هي دول صغيرة في المساحة ومن ناحية تانية هي دول صغيرة فسهل اختراقها وسهل احتلالها وسهل السيطرة عليها طبعا احنا كده حلينا كل تدريبات درس المقاومات الطبيعية لقوة الدولة واللي كنا مقسمين من ست عناصر موقع ومساحة وشكل تدريس ومناخ ونبات طبيعية ربنا وفقكم وربنا معاكم السنة تالتة واتمنى ان احنا دايما نفضل عن حصل ظنكم وكل سنة وطبابين وان شاء الله نتقابل في المحاضرة اللي جاية على خير والمحاضرة اللي جاية افكركم بيها الدرس التالت في الوحدة الاولى واللي هنبدأ نتكلم فيه عن المقاومات البشرية لقوة الدولة ربنا معاكم وكل سنة وطبابين ونشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم وصلاة الله